موسيقى 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 مساء الخير معكم مارك فوتا من هولندا كيف يمكن تطوير منتخبات الناشئين والشباب هذا هو السؤال المطروح بشكل دائم المنتخبات الوطنية دائما ما تضم أفضل اللاعبين في البلد ولكن من كل عشرة اختيارات تسعة منهم يمكن أن يكونوا أفضل وخلال فترة عملي مع اسكتلندا والمغرب وأيضا سوريا كنت أهتم دائما باستقدام المدربين الجيدين وتقم الكشفين الذين يملكون الأعين الخبيرة لاختيار أفضل المواهب من اللاعبين وشكل الدوري ونظامه مهم جدا لهذه العملية ولأجل تطوير اللاعبين الناشئين يجب أن يكون هناك دوري قوي وجيد ثم يأتي دور المدربين والكشفين ليتوجهوا إلى هذه المباريات ليبحثوا بشكل دقيق عن لاعبي كل مركز علينا أن نبحث دائما عن اللاعب صاحب المهارات الخاصة في كل مركز لأن في عمر الاثنى عشر عام أو ثلاثة عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشر عام يحتاجون لتطوير الأساسيات كل الأساسيات سواء تيكتيكية أو فنية أو نفسية أو على صعيد عقلية اللاعب ولكن عندما يصلوا إلى سن ستة عشر عام وثمانية عشر عام وتسعة عشر عام يجب أن يتم إعدادهم لللاعب للمنتخب الأول وكذلك اللاعب مع الفريق الأول في أنديتهم إن هذا الأمر هو شديد الأهمية لأنهم يحتاجون لمدربين متخصصين وأصحاب نظر لأن مع فريق خمس عشرة سنة ليس الهدف أن أحقق الانتصارات وإنما تحضير اللاعبين لكي يتعلموا ثقافة الفوز ويتم تصعيدهم للفريق الأول كل المدربين يريدون الفوز فقط ويبحثون عن مجدهم الشخصي لكن المدرب الناجح في هذه المرحلة العمرية هو من يستطيع تطوير إمكانيات كل لاعب وهذا أمر مهم يجب أن تمتلك استراتيجية طويلة المدى وعلى الأقل لمدة ثلاث سنوات يجب أن تعمل على تأسيس المدربين أصحاب النظرة المستقبلية الذين حصلوا على الخبرات اللازمة وقد يكونوا من اللاعبين الدوليين السابقين ولكن أيضا يجب أن يتعلموا تدريب الناشئين بشكل جيد وليس فقط التركيز على تدريب الفرق الأولى لأن تدريب اللاعبين الناشئين أمر صعب للغاية ومختلف تماما عن تدريب فريق أول فيجب عليك أن تكون صبورة وأن تتعلم التعامل مع الجوانب النفسية للصغار وكيفية تطوير عقلياتهم وأن تصل بهم إلى عقلية مستقرة أثناء نموهم البدني المستمر لأن هذه المرحلة العمرية ليست سهلة وأرى أنه يجب تحليل الـ DNA لللاعب المصري ما هو الـ DNA لللاعب المصري هل هو لاعب سريع هل هو جيد تيكتيكية أم لديه روح قتالية لديه مقومات بدنية كبيرة ولا يستسلم يلعب لأجل بلده ومن أجل عالم مصر ولذلك من المهم جدا تحليل اللاعب المصري وهذه هي الاستراتيجية لبناء اللاعبين للمستقبل وهذه هي الاستراتيجية لبناء اللاعبين للمستقبل